جاية أعداد الرئيسة والأرض مائة على مرضى من البشر في الاتجاه وسيحكم الجارين وعليه 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 قرر الرئيس محمد حسن المبارا هل فيه واحد مصري من الضبورة؟ أو هل فيه واحد مصري بتاع القراش من عندنا؟ شهدان وأكبر معوق لحركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر مشاهدينا في هذه الليلة ربما حلقة خاصة حول نتائج انتخابات البلدية في إسطنبول والتي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهورية كرام إمام أولو على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي لندرم بنسبة 54% في هذه البلدية بعد فرز 100% من الأصوات الصحيحة ولكن ربما مشاهدينا الكرام هذه الانتخابات بالتحديد منذ بدايتها في الدورة الأولى لها وفي الجولة الأولى حدث جدل كبير واسع ربما داخل تركيا وانتقل حتى لدولنا العربية وخاصة في مصر يدور الجدل كثيرا حول أهمية هذه الانتخابات ولكن البعض يتناوله بالتحديد الإعلام المصري يتناولها من منظوره الخاص من منظور تخوين السلطة التركية تخوين الرئيس أردوغان بشكل خاص يعني الإشاعات التي يقولون هنا وهناك بأنه انهار حزب العدالة والتنمية وانهار أردوغان في النهاية هذه الانتخابات بلدية وهذه الإعادة كانت في اسطنبول بالتحديد مشاهدينا أرحب بضيفي هنا في الستوديو الدكتور عبدالوهاب كينجي المحل السياسي التركي دكتور عبدالوهاب مرحبا بك دكتور عبدالوهاب في البداية ما الذي يعنيه فوز مرشح الحزب الجمهوري أكرم إمام أغلو ببلدية اسطنبول عفوا لو كررت من السؤال نعم ما الذي يعنيه ما هو معنى أن يفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أغلو ببلدية اسطنبول بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية على هذه البلدية بالتحديد لسنوات طويلة طبعا أولا قبل أن أجيب على سؤالكم أتمنى من الله أن يكون هذا الانتخاب ونتيجة هذا الانتخاب لصالح تركيا ويكون سابا لخطوات نحو الأمام ثانيا هذا الانتخاب قد أثبت بأن الدولة التركية هي دولة ديمقراطية وتستند على شعبها وليست مثل الأنظمة الأخرى خصوصا في بعض الدول العربية ديمقراطية باسم بدون مسمى أو انتخاب سوري وليس له معنى ولكن تركيا ليست كذلك كما نعلم وهذا الانتخاب في الحقيقة هو يتدمن جوابا لمن يتهم رئيس الجمهورية بالدكترطورية ولمن يتهم تركيا بأن هناك ضغط وهناك لمجحة حرية لو كان الأمر كما قالوا لما فاز مرشح حزب المعارضة أو الأحزاب المعارضة لأن أعمى مغلو هو ليس مرشح لحزب الشعب الجمهوري فقط لأن هناك حزب الأحزاب أخرى متفقون معها وفي نفس الوقت المؤيدون والمتساردون له هناك أيضا حزب الجماهير الديمقراطية نعم حزب الشعوب الديمقراطية الذي يقولون نحن نمثل الأكراد يعني طبعا ليسوا ممثلا الأكراد ولكنهم يستغلون اسم الأكراد وامتداد لباككي يعني نجاح أو فوز هذا المنتخب يدل على أن تركيا دولة ديمقراطية والذين يقولونه ليس له أصل بالنسبة لأردوغان ولحزبه هناك حزب الحاكم وهناك رئيس الجمهورية وكما يعلموا الذين يعرفون تركيا بأن هناك يوجد صراحيات دستورية كثيرة وقوية بيد أردوغان ماذا يعني؟ أريد أن أتي إلى جواب سؤالكم ماذا يعني نجاحه ونتيجة هذا الانتخاب؟ يعني في الحقيقة هذا الانتخاب البلدية ليس انتخاب الحكومة وليس انتخاب يعني للرئاسة وهذا الانتخاب هو الانتخاب الثاني الجولة الثانية للانتخاب لأن في الانتخاب الأول كان هناك فرق قليل جدا بين مرشح حزب العدالة وتنمية بن علي الظلم وبين أكرام إمام أولو ومرشح حزب الشعب الجمهوري أو مرشح المعارضين هذا التعبير صح بين حزب العذاة وتلمية ومرشحها وبين حزب المعارضين ولكن في الجولة الأولى كان هناك بعض الشبهات والاستفامات على أنها ليست نازيها وعندنا في تركيا أي انتخاب عندما يتحقق من حق الأحزاب الذين يجدون هناك خللا معارضا مخالفا للقوانين لهم حق الاعتراض وتخديم اعتراضاتهم إلى القضاء وحزب العذاة والتنمية قد قام بأداء ما استحقه قانونيا نعم سأعود إلى هذه النقطة دكتور عبدالوهاب ولكن ضعني أضع المشاهدين الكرام وخاصة فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية أو ربما من منظور الشعب التركي كيف يتعاملون مع هذه المواقف بمجرد ظهور النتائج الأولية التي تظهر فوز مرشح المعارضة إمام أغلو أكرم إمام أغلو كان هناك تصريحات لبن علي إلدرم غريم أكرم إمام أغلو المنافس لأكرم إمام أغلو في هذه الانتخابات التي خسرها وهو مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي إلدرم خرج في مؤتمر صحفي مباشرة بعد ظهور النتائج الأولية وقال منافسي أكرم إمام أغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح سوف أحرص على مساعدة إمام أغلو يتحدث عن غريمه عن منافسه الذي فاز في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول وتابع إلدرم أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخيرة لإسطنبول ومستقبلها هذه الأخلاق هذه هي الديمقراطية التي يمارسها الشعب التركي هذا هو الفكر العالي هو يعمل دائما لصالح دولته ولصالح بلده يقول لصالح إسطنبول ليس كدول أخرى عندما يفوز أحد المنافسين تقوم الدنيا ولا تقعد وتكون هناك يعني لا يكون هناك تهنئ المنافس ويكون هناك انقلابات على هذا المنافس بمجرد فوزه ويكون هناك الحقد والغل تجاه المنافس الآن الشعب التركي يقول مبروك لتركيا في النهاية سواء فاز بن علي إلدرم أو سواء فاز إمام أغلو فاز إمام أغلو والتركيا تقول مبروك لتركيا الشعب التركي يبارك لنفسه من جانبه اعتبر مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أغلو أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول يشكل بداية جديدة بالنسبة لتركيا قال أمام الصحفيين أكرم إمام أغلو الذي فاز هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة إنها تشكل بداية جديدة رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال سنعلم الرأي العام نتيجة الانتخابات لأسف بلدية إسطنبول في أقرب وقت الرئيس التركي رجب طيب أردغان يهمني أن أذكر مواقف الثلاثة بن علي إلدرم وأكرم إمام أغلو الذي فاز ورئيس التركي الرئيس التركي قال هنأ مرشح المعارضة بفوزه في الانتخابات وفقا لنتائج شبه النهائية وقال أردغان فاز أكرم إمام أغلو وفق النتائج غير الرسمية وأهنئه على فوزه وشدد على أن الإرادة الوطنية تجلت مرة أخرى اليوم وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول بالخير على المدينة ربما الدكتور عبدالوهاب يستغرب البعض من المشاهدين هذه الروح بين المنافسين أو بين المتنافسين بين أكرم أغلو وبين من علي إلدرم هذا فاز وهذا هنأه هذا سيعمل خير الإسطنبول كما قال وهذا قال مستعد أن أساعده لعمل خير الإسطنبول والرئيس التركي أيضا الذي خسر مرشحه بن علي إلدرم يهنئ المنافس الذي فاز المعارض كيف يمكن فهم ذلك أو كيف يمكن إفهام المشاهد العربي ذلك نعم عندما يكون هناك التنافس في مجال السياسة والاقتلافات التوجهات بين السياسيين ووجود الأحزاب والمعارضة بين الأحزاب كلها هي تستند على مصلحة البلد ليست كشركة من الشركات التي يكون تنافس بينهم هذا يريد وهكذا لا الذي يهم الأحزاب ومن واجبهم أن يقوموا بما يرونه في صارح وطنهم وطبعا هذه البيانات التي أنتم إذا كاتبوها ونقلتموها المشاهدين من تهنئة الإيس جمهورية لمرشح المعارضة ومن تهنئة مرشح حزب العضاءات والتنمية بن علي الدرم لإمام مغلو وهو كان منافسه هذا يدل على أصالة الشعب والمسؤولين وفي نفس الوقت يدل على حبهم لألواطن وعلى أن الديمقراطية هي ليست عبارة عن حبر بدون وراق أن الديمقراطية هنا حقيقة التركية قد أخذت دورا كبيرا في هذا الموضوع وعندما يكون هناك مشكلة عامة يتفيق جميع الحزاب المعارضة في صارح الوطن ولكن لأجل إدارة الوطن والإدارة الناس والشعوب كله وجهته ونظرته وتخيمه لذلك هذا هو سبب وجود الحزاب والتوجهات المختلفة في الحقيقة أريد أن أعود إلى الجواب مع تخيمي لما ذكرتم قد قررت اللجنة العليا للانتخابات وهي عبارة عن قضاء دستوري طبعا قد أعيدت هذه الانتخابات ولكن مع أن مرشح حزب العدلات والتنمية في الحقيقة له أثر كبير في إسطنبول لأنه عندما كان رئيس الجمهورية رئيس البلدية والبلدية كانت في يد حزب الشعب الجمهوري حقيقة أنا كنت أعيش في تلك السنوات في وسط التسعيناتي وفي أول التسعينات كنت أيضا في إسطنبول كانت وضع إسطنبول وضع سيء جدا بحيث لا كان الإنسان يستطيع أن يتنفس كان هناك ألماء كل أسبوع مرة أو مرتين كان يجي ألماء من حنافياتي في البيوت وكانت المسبلة شيء غريب ولكن عندما انتخب رئيس الجمهورية لرئيس البلدية وهو كان من مرشح أستاذ أرباكان حزب الرفاح قد تغيرت إسطنبول يعني بشكل لا يمكن أن يقاس إسطنبول الإسطنبول التي كان يحكمها حزب الشعب الجمهوري وإسطنبول التي أتى رئيس جمهورية وحكمها لا يمكن أن يقاسها وابن علي الضرم من تلك الوقت كان مع أستاذ أردوان كان وله وهو الموقع على كثير من المشاريع التي لم توجد في أي بلد يعني قام وطبعا بعد ذلك كما ترون أصبح وزيرا ورئيسا لوزرائي ورئيسا هذه لإهتمام أردوان بإسطنبول يعني بشكل خاص وهو يهتم بوطنه وملكته كما يعلم كل واحد أتى بمرشحا له خبرة عميقة في هذا الموضوع ولكن طبعا الشعب الشعب كثيرا ما ينظروا يعني لأن الشعب مستوى الشعبي ليس يعني واحد يعني المثقفون الذين عندهم خبرة هم يعلمون بهذا ولكن الذين يعني يجرون في الأسواق الشعب العادي ينظروا إلى الكلام نعم وليس عنده عمقا في موضوع الكلام نعم نعم طيب دعنا نشرك معنا سنكمل إن شاء الله نعم نريد أن أوصل إلى نتيجة إن شاء الله فضل فضل أكبر أكبر لا يعني عندنا وقت نعم طيب سأعود إليك دكتور عبد الوهاب أرحب بضيفنا أيضا نضم إلينا عبر الهاتف السيد طه عودة المحل السياسي التركي سيد عودة مرحبا بك معنا مرحبا أهلا وسهلا سيد عودة في البداية ما هي الأسباب التي جعلت هذا الفارق الكبير لصالح مرشح المعارضة أكرم إمام أهلو مقارنة بالجولة الأولى لهذه الانتخابات يعني من دون شك أعتقد أن نتيجة برأي المحللين ومتابعين للشياسي التركي هي كانت حقيقة كانت متوقعة ولكن ليس بهذا الفارق الكبير كان هناك توقعات نقطتين أو ثلاث نقاط لصالح إمام أولوه على بن علي يدرن بتصور المناظرة التي التلفزيونية التي عقدت قبل أسبوع من موعد الانتخابات هي حقيقة وضعت النقاط على الحروب وكانت خاصة فيما يتعلق بالمواطنة التركية والناخب التركي استطاع أن يستلهم من هو الشخص الذي سوف يفوت إسطنبول في المرحلة المفتلة يعني هناك بعض حقيقة تانية يجب أن نتوقف وأن نعترف أن هناك بعض الأقصاء وثكبت من قبل الحزب الحاكم خاصة فيما يتعلق بالمرشح بن علي يدرن على الرغم أنه شخصية ثياثية مرموقة كريد الزراري صلمان وزير صابق لكنه لم يستطيع أن يلامس المتطلبات والمواطنة التركية بعكس المرشح المعارضة الذي كان هناك لا حظة هناك بعض القطوات أخدم عليها وكان هو حقيقة تمت أو جاء بنفس السياسة والاسلوب الذي استخدمه الحزب الحاكم طيلة العقود الماضية أعتقد هذه هي أحد الأسباب التي دفعت المواطنة التركية للتصويت لإمام أغلو هذا من جهة أخرى وجد نظر الحزب الحاكم لم يستطع اقنع المواطن التركي عن الأسباب بدأت زفعته لإلغاء الانتخابات التجارة في مارس الماضي وأيضا المواطن التركي لم يقتنع بالطروحات والمشاريع التي دعا إليها مرشح الحزب الحاكم نعم وسأتذر الفكرة سأعود إليك سيد طه عود مرة أخرى لدكتور عبد الوهاب دكتور عبد الوهاب رغم ما ذكرته رغم ما ذكره سيد طه عود بأنه بنعليلدرم شخصية سياسية مرموقة وله تاريخ لكنه لم يستطع أن يلامس متطلبات الناخب التركي يقول ذلك الأسد طه عود وهنا السؤال ما هي متطلبات الناخب التركي التي لم يستطع بنعليلدرم أن يلامس فيها هذا الناخب لو نحن قلنا لم يستطع متطلبات في الحقيقة بنعليلدرم هو رجل سياسي وقام بدور كبير في إسطنبول وفي رئاسة البلدية لإستاذ أردوغان ومع أردوغان في الحكومة المركزية إلى أن وصل إلى أن أصبح رئيس البلدية هو استطاعته للمتطلبات أكثر بكثير من استطاعة من هو مجهولا وليس له دورا وعمقا في السياسة وذلك المشكلة وكنت أريد أن أصل إلى هذه النقطة وهو جوابنا على السؤال الذي تراته على الأخ بعد قرار النجنة العليا بعادة الانتخاب وفي الحقيقة حزب العدالة وحزب الحاكم هو طلب على التفريز وعلى أن هناك أسباب وجودها توجب قانونيا خروقات خروقات وكان عندهم بعض الأدلة والوثائق وتبعا تقديم الوثائق هو الذي دفع القضاء على أن يحكم وهذا يدل على أن القضاء هو أيضا حرور في تركيا كيف؟ حزب العدالة والتنمية هي طلبت طلبت من حقها قانونيا أن تعترض أن يعيد الإفراس ليس الانتخاب يعني لأن لأن إعادة الفرس الفرس نعم تقريبا يعني يعني يعيدت كمية ووجد هناك فرق كبير وهم طلبوا طلبوا من القضاء يعني من اللجنة العليا أن يعيد الإفراز على مستوى يستمر جميعا نعم ولكن حزب الشعب الجمهوري اعترض على هذا نعم بعد اعتراض اعتراض حزب الجمهور حزب الشعب الجمهوري القضاء قرر بيعادة الانتخاب عندما عندما قرر بيعادة الانتخاب هذا سبب سبب ردة فعلا للشعب كأن حزب العدلات والتنمية بدأت تأخذ الحق المحقق لمرشح المعارضة وهذا طبعا هو خلاف الواقع ولكن حزب العدلات والتنمية خلال يعني الجو الانتخابي لم تستطع ان تقنع الشعب بانهم هم مظلومون كأن امام غلوم هو قد سلب حقه وطبعا طبيعة شعب التركي يعني لو نحن نذلنا الى سياسة يعني ومراحل التي مرت عليها الشعب الشعب هو مع المظلوم عندما يظلم ايه سياسي يقفون معه حتى استدار دوغان من الاسباب الرئيسية التي اوصلت الى هذه المكانة هو يعني ما تعرض له من الظلم ومن السجن طبعا لذا الان هذا اصبح سبب السبب هذا سبب من الاسباب يعني لو حزب العدلات والتنمية حزب الحاكم اقنع الشعب لما حصل وهذا حصل سبب ردة فعلا لذلك حصل هناك فرق يعني فرق من سبعتاش الف وصل الى سبعمائة الف تقريبا الى ثمانمائة الف حتى يعني سبعمائة وثمانين يعني تقول بان الشعب صوت عقابا للعدالة والتنمية على انها ظلمت امام غلو لا لاجدى ان امام غلو هو الذي اجدر من علي الدرم وهو سيأتي من التربات هذا سبب ثاني من الاسباب في اخر يعني قبل يومين هناك نشري بيان لعبدالله اجرام نعم لعبدالله اجرام هذا البيان سبب ردة فعلا من طرفين الترف ما هو مضمون البيان في الان مضمون البيان نعم يعني تربة تربة من حزب الشعوب الديموقراطية نعم يعني ان يكونوا من حاجة ان لا ينحاجوا الى اي طرف نعم ان لا يسويتوا لأي طرف يعني يسويتوا لانفسهم لا يسويتوا لا لحزب الشعب الجمهوري لا لمرشح المعارضة ولا لمرشح حزب الحاكم نعم طبعا عدم ترشيحهم تصويتهم لأي جهة هذا سيكون في صالح من؟ في صالح حزب من علي الدرب لأن أصواتهم هم الذين في الجولة الأولى أصواتهم كثير طبعا أصواتهم ليس قليلة أظن تقريبا في إسطنبول 30% لهم قوة في إسطنبول 30% أو 20% هذا أصبح سببا من أسباب ردة فعلا لقاعدة هذا الحزب وفي نفس الوقت الذين كانوا يصويتون لحزب العدالات والتنمية من قاعدة حزب القومي الشعوب الديمقراطية الحركة القومية الحركة القومية أيضا أبعدتهم عن تصويت حزب العدالات والتنمية هذا هو سارة سببا يعني هذا البيان أصبح ليس في صارح حزب الحاكمي أصبح في صارح حزب المعارضة السبب الثالث من الأسباب التي أنتجت هذه النتيجة إمام غلو بدل أن يكثف جهوده يعني على ما يقوم به ويقدم المشاريع كثف جهوده يعني على المشاكل الموجودة في تركيا وتبعا هناك مشاكل اقتصادية هناك مشاكل أخرى وتركيا مع أنها تعيش في بين لهب حتى يعني هناك مؤامرات عالمية ضد التركيا وهذه سببت وجود يعني أزمة اقتصادية نعم هو كأنه يرشع نفسه للرئاسة بدأ يتكلم والشعب لم يفرق بين إسطنبول والبلادية وبين هذا هذا أيضا أصبح سببا من أسباب ردة فعل المصوتين لصالح حزب المعارضة نعم وفي نفس الوقت بدأ بأسلوب يعني ليس يعني بأسلوب لينا عاطفي عاطفي نعم هذه أسباب نعم وهناك أسباب أخرى نعم لو سمع سنعود هل تتحلق بحزب المعارضة بحزب الحاكم طيب سنعود لهذه الأسباب التي تتحلق بحزب الحاكم ولكن دعني أعود مرة أخرى لسيد طه عودة سيد طه عودة فكرة اللعب على عاطفة الناخب التركي هل نستطيع القول بأن إمام أغلو نجح فيها إلى حد كبير يعني من دون شك أعود إلى الوراء قليلا رئيس تركة رجل طيب أردوها عندما فاز في رئاسة الوزراء كما تعلم في عام 1994 هو كان تسلم رئاسة بلدية إسطنبولم ثم دخل السجن وبعدها حصل تدرجة في السلطن رئيس الزراء إلى الرئيس التركي الحالي ما أقصده موضوع المظلومية أعتقد استخدم إمام أولو هذه الجزئية وخاصة فيما يتعلق لأنه وصل إلى بلدية إسطنبول وضقية 18 يوما في هذه البلدية ولكن تم إجباره من قبل الحزب الحاكم كما يقول أعتقد استطاع إمام أولو خلال الفترة الأخيرة الماضية أن يقنع المواطن التركي بأن هناك بعض الأخطاء التي اتكبها حزب العدالة والتنمية استطاع أن يقنع المواطن التركي بأن هناك حالة من المظلومية هذه هي نقطة خدمة بشكل كبير ولكن ما هي حقيقة هذه المظلومية سيد عودة؟ يعني حقيقة كما تفضل ضيفك حزب العدالة والتنمية عندما قام بالطعن فيما يتعلق بنتاج الالتخابات وهناك اتهمات حصول التلاعب هذه ليست المرة الأولى حصلت في بعض المرات السابقة ولكن الحزب المعارضة وأيضا إمام أولو استخدم هذه النقطة ضد حزب العدالة والتنمية وأيضا كان هناك بعض الظروف التي حصلت في البلاد نتحدث عن وضع اقتصادي مثل ذهوة البلاد نتحدث عن مشاكل خارجية كان ملف السوري بعض القضايا الأخرى كل هذه الأمور هي ساهمة خاصة فيما يتعلق بالمواطن والمشاكل التي تعتري المواطن التركي خلال الفترة الأخيرة الماضية هذه نقطة نقطة أخرى حقيقة يعني المرشح حزب الشعب الجمهوري أو المرشح المعارضة يعني كما ذكرت وعود وكذا هو يعني استخدم نفس السلوب الذي استخدمه حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة الماضية وخاصة فيما يتعلق بأنه يعني هو قريب جدا من المواطن التركيب وهذا عاليا حزب الشعب الجمهوري هو كان دائما بعيد جدا عن المواطن هو تحدث عن قضايا جوهرية للشعب التركي والمواطن تركيب وخاصة في مدينة الصنبول أعتقدت يعني هذه الأسفل هي يعني كانت ساهمت بشكل كبير بفوز إمام أغلو وحصوله على هذا التفوق في هذه الانتخابات هنا سؤال سيد عودة عن تداعيات فوز أكرم إمام أغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري أو مرشح المعارضة بعد سنين طويلة لإحكام العدالة والتنمية ربما سيطرته على ولاية اسطنبول يعني من دون شك استطيعنا أقول بأن المعركة التي حصلت خلال الفترة الأخيرة الماضية هي ليست فقط انتخابات محلية انتخابات تقدم الخدمات كانت حقيقة المعركة سياسية بامتياز المرة الأولى نلاحظ ونتابع الانتخابات محلية تتابع من قبل وسائل الإعلام الخارجية لحظنا في اسطنبول عدد كبير من خنوات الدولية جاءت الاسطنبول تخلص هذا الحدث اندل يدل على أن هناك محاولات شكثة لدعم هذا المرشح محاولات شكثة يعني هذا عرش رئيس تركيا رجال زيب رضوانا متربع لعش عام 2002 أعتقد لها تدعيات بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بها الحياة السياسية التركية القادمة تركيا في عام وخاصة الحزب العدالة وستمي دائما هو ينادي بأعلى صوته بأن عام 2023 وهي زيب مؤوية تأتيت الجمهورية التركية سوف تكون هناك قضايا مهمة ولكن بتصوره أعتقد إذا لم يحضر أو تحضر استغييرات جذرية داخل الحزب الحاكم وخاصة حضر عدالة واتمي خلال المرحلة المقبلة سوف تكون تدعياتها بشكل سلبي جدا على مستقبل الحزب الحاكم وأيضا مستقبل الرئيس تركيا رجال طيب أرضوان نعم وسط هذه الفكر أشكرك شكرا جزيلا سيد طه عودة المحلس سياسية تريكم تمعنا من هذه الحلقة الخاصة من مباشر مصر عودة لك مرة أخرى دكتور عبدالوهاب فيما يتعلق بهذا الفارق الكبير لصالح مرشح المعارضة بعدد 700 ألف صوت يعني يتفوق بها على منافسه بن علي الدرم ذكرت بعض الأسباب ما هي الأسباب المتعلقة بالحزب المعارضة بالتحديد يعني كما ذكر يعني السبب الأول هو عدم يقناعهم الشعب بالواقع يعني عندما كان هناك مثلا اجتمع بن علي الدرم وأكريم مامولو يشاركوا في برنامج في المناظرة نعم في المناظرة يعني إمام بن علي الدرم كان يركج على أسطنبول وعلى مشارعه وحقيقة يعني يعني كانت مقنعة جدا ولكن الحزب هذه مراشحة المعارضة كان يركز على عواطف الشعب وعلى المشاكل العامة التي ليست لها علاقة بالبلدية بالبلدية يعني هناك مشاكل عامة كما نعلم يعني هذا 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 هو سبب من السبب الثاني حزب الحاكم يوجد في داخله بعض الاختلافات مثلا رموز كثير من رموز حزب الحاكم عندما استيسى حزب العدلات وتنمية الآن يعارضون حزبهم يعني رئيس الجمهورية السابق قبل أستاذ أردوغان عبدالله قل يعني معارض مع مجموعات مثلا رئيس الوزراء يعني نفس الشيء أحمد داود أغلو السابق نعم وهذه أيضا جرحت أسبحت سببا جرح الحزب الحاكم لعدم حماستي حماستي الذين كانوا يقومون يعني بالحماس من قبله يعني هذه مشاكل واللغة اللهجة مثلا كثيرا ما كانت في بعض الرصائد متشددة يعني من قبل من يعني بعض الكلمات التي يعني من قبل رئيس الجمهورية نعم يعني متشدد الأسطوب كان أسطوب يعني غير هذه كان أسطوبا قويا يعني يعني ليست ليست أسطوبا لذلك حزب المعارضة ومرشع المعارضة استغل هذا الموضوع وفي كل كلام يعني هو مرشع البلدية عليه أن يذكر مشاكل البلدية نعم وأن يقدم للشعب يعني مشروعه لحل هذه المشاكل ولكن كان يركج على العواطف التي يتعاطف معه معه الشارع مثلا نحن يعني كلام لي يعني كأنه متعاطف كأنه يعني يحضن كل الناس وكان يعني يحاول أن يجعل يعني كلمة متشددة إلى حد ما كأنها يعني رصاصة يعني يعني النقاط البسيطة في الحقيقة هي آآ كانت سببا من الأسباب لذلك يعني حزب العضلات والتنمية لو قام بمعالجة هذه النقاط يعني في المستقبل آآ أقوى أقوى الحزب طبعا هو حزب العضلات والتنمية مع أن مع ما حصل يعني قبل هذا الانتخاب الأخير يعني كان أكثر من خمسين بالمئة نعم صحيح ولكن آآ هذه الأسباب التي ذكرناها يعني التي لم تتعلق بالحزب الحاكم آآ ومع وجود بعض الأسباب يعني في داخل حزب الحاكم هم دفعوا الشعب إلى أن يعني إلى هذه النتيجة إلى هذه النتيجة وهذا لا يعني بأن يعني حزب الحاكم حزب العضلات والتنمية هو حزب ضعيف أو كأنه انهيار يعني للذين يدعون بسوء يعني يعني أقوى الحزب وأقوى رجل في تركيا هو يعني فليكون على علم أنه يريد أن نقدم هذه الرسالة خصوصا لبعض الإعلام سواء في مصر أو في غير مصر حتى أن يعلموا بأن هذا ليس له كلامهم ليس له واقع أقوى شخصية في تركيا أيضا أردوغان وأقوى الحزب يعني مع أن المعارضين كلهم اجتمعوا مع اجتماعهم مع يعني يعني لم يتقدموا على هذا الحزب إلا في هذا الانتخاب وهو انتخاب خاص بإسطنبول وهو له أسباب يعني عدة ومنها أيضا حتى فلنكن يعني الدول الخارجية إنني أعتقد بأن لهم دخل إلى حد ما لأجل أن تكون النتيجة هكذا لماذا لأنهم يعارضون يعني طيب أردوغان طيب حيث ذكرت في طيات حديثك سيد عبدالوهاب ذكرت بأن أكرم إمام أغلو يتحدث إلى الشعب بشكل عاطفي وكأنه متعاطف صحيح وكأنه هل يعني ذلك بأنه يظهر وجها وله وجه آخر طبعا الحكم على أن له وجه آخر الآن يعني حكم ليس صحيحا يعني على الأقل كما يقول ماذا عن تاريخ الرجل ستبدي لك الأيام يعني كلامه وأصطوبه في الانتخاب هو كانت جزءا من برنامج الانتخاب ولكن هل هذا الجزء هو واقعي أم لا ستبدي لنا الأيام ما كنا نشله أو لم أو لم نسأل أن نحكم عليه ولكن أنا يعني كمحلل يعني عندما أستمع وأنظر إلى المواقف يعني كذا لكذا شيء ولكن يعني هناك مثلا بعض يعني بعض الناس يقول لا يجب عليك أن تفعل هكذا يجب أن تقول هكذا يجب أن تتكلم بهذا الأسلوب يعني هذا التوجيه ومن خلال هذا التوجيه الكلام بهذا الأسلوب هل هو كلام أو هو يعني طبيعي أم لا هذه الأيام القادمة هذه كلها ستشرحها ولكن أتمنى يعني أن يكون الكلام هو أيضا في نفس الوقت موقعيا لماذا لأن وأنتم ذكرتم في ابتداء البرنامج يعني بتهنيئة رئيس الجمهورية له وبتهنيئة منافسه له وبتهنيئة جميع أكيد يعني يلزم أن يهنئ بعضهم بعد والانتخاب قد انتهى لذلك أنا لا أتمنى لا أتمنى يعني أن يكون هناك يعني ما يخالف الكلام يعني نتمنى أن يكون الرئيس أن ينفذ ما قاله يعني أن ينفذ ما قاله وأن يحضن الجميع نعم طيب ولكن هل هذا سيتخم ما دلالات ما قاله أكرم إمام أغلو بعد ظهور النتائج بفوزه قال أنا مستعد لزيارة رئيس الجمهورية للتعاون معه أو للمشاركة في إدارة إسطنبول والاستفادة من خبرات الرئيس طبعا أكيد يعني هذا يعني هو ليس غنيا عن رئيس جمهورياتي يعني لأن بعد المشاكل بعد يعني الأعمال هي ليست بيد رئيس البلدية يعني يزم يعني هناك يكون يعني اتفاق والتعاون بينه وبين بعد الوزراء وبينه وبين رئيس الجمهورية وهذا كلام كلام جيد يعني ومن واجبه وفي نفس الوقت هذا الاسطوب هذا الكلام مثل كلام مثل ما تكلام به بن علي الضرم يعني بعد تهنياته نحن مستعدون على المساعدك وأن نساعده وأكيد رئيس الجمهورية هو سيساعده يعني في دائرة المساعدات ومن واجب رئيس الجمهورية أن يساعد يعني ومن واجبه أن يعني يعني يستشيره وأن يأخذ الرأيه وأن يتعاونون في بعض النوقات المشتركة نعم هذه دولة وهذه نعم هناك من صور دكتور كينجي هذه الانتخابات وكأنها تصويت على شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردغان سأعود لهذه النقطة بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل ثم نواصل بقو معنا مشيرة تانية جاية أعداد الرسل على الأربع من البشر في الاتجاه وسيحفل على أي وعد قرر الرئيس محمد مبارا هذا هذا فيه واحد مصير في جرة أو هذا فيه واحد مصير في طال خرش من عندنا شبتان وأكبر معوق لحركة آل يجب ثلاثة سبعة آل خط اشدول أخ كد أعداد الرسل على الأربع من البشر في الاتجاه وسيحفل على أي وعد قرر الرئيس محمد مبارا هذا فيه واحد مصير في الضبورة أو هذا في واحد مصير مصير عندنا شبتان وأكبر معوق لحركة آل يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر وهذه الحلقة الخاصة التي نخصصها للحديث عن نتيجة انتخابات البلدية الجولة الثانية جولة الإعادة في إسطنبول والتي فاز بها مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو على مرشح الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم نناقش أيضا تداعيات هذه النتيجة على إسطنبول ولا مشاريع إسطنبول أعود أعود لك مرة أخرى أراحب بضيفة دكتور عبدالوهاب إيكنجي المحل السياسي التركي دكتور إيكنجي هناك من اعتقد أو من يصور بأن هذه الانتخابات وهذه النتيجة تعد استفتاءا على شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردغان وبالنتيجة يقولون بما أنه مرشح المعارضة هو الذي فاز إذن شعبية الرئيس انهارت وبالتالي أي استحقاق قادم سيكون لصالح المعارضة كيف نفهم هذا؟ هذا الادعاء أو هذا الكلام ليس صحيحا أولا يعني طبعا هذه الانتخاب الموجود هو انتخاب خاص بإسطنبول وانتخاب العام الذي تحقق حزب العادات والتنمية كان في درجة الأولى من الفوز ولكن هناك فرق يعني مثلا مدن الآن في إسطنبول المدن ثلثاء يعني سبعين بالمئة من المدن في يد حزب العادات والتنمية نعم مجلس مجلس الإدارة البلدية يعني ثلث عند المعارضة وثلثان لحزب العادات والتنمية نعم يعني يعني أيضا الحزب الناجح والفاز هو حزب العادات والتنمية ونحن الشعب التلكي حقيقة يعني عنده بعض الميزات الجيدة منها أعطاء الدرس والتنبيه يعني لكل ما يحتاج إلى التنبيه يعني كأن كأن هذه النتاج يعني قد أعطت رسالة لحزب الحاكم لأجل تقييم المسار نعم ولأجل يعني إصلاحي أو إملاء بعض الفراغ الذي هو موجود يعني في الاقتصاد وفي غيره لذلك يعني شعبية أردوغان أقوى شعبية يعني على الإطلاق في تركيا نعم أقوى شعبية يعني لو لكن أليس ابن علي يلدن هو مرشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طيب ولكن كما ذكرت هناك أسباب يعني خاصة بهذا الموضوع نعم يعني وهذه وبعض الأسباب هي أسباب جديدة أسباب جديدة وفي نفس الوقت الناس هم يتأثرون بشكل بسن المنتخبي وفي نفس الوقت بأسلوبه وبكلامه نعم تقصد بأنه بن علي يلدرم كبر سنه نعم ولغته لم يستطع من خلالها أقنع النخب لغته بن علي يلدرم نعم وكلامه أملأ من كلامي بن علي إمامورو نعم يعني الإنسان يعني المستمع صاحب تجربة وصاحب علم والذي عنده يعني خلفية سياسية إن حقيقة ليس لا يقاس ابن علي الضرم بإمام أولوه يعني كأن واحد من أستاذ والآخر تلميذ ولكن الشعب لغة الشعب شيء آخر يعني كالخطباء يعني هذا هو أيضا سبب من الأسباب يعني ادعاء بأن شعبية أردوغان قد يعني قد يعني أصبحت في انخفضت إلى حد أن أن يناقش ما كانت أردوغان هذا ليس صحيح كيف تفسر فرحة بعض الإعلاميين أو ربما إعلام بعض الأنظمة بفوز مرشح المعارضة وربما كيل أو شماتة في يعني خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية أو إن استطعنا القول مرشح الرئيس التركي رجل أردوغان بالتحديد هذا أيضا يعني يدل على أنه أيضا سبب من أسباب هذه النتيجة بمعنى نعم لأن نحن ذكرنا نتائج كثيرة يعني أسباب كثيرة لهذه النتيجة التي قد يعني حصلت منها ما يتعلق بالمرشحين ومنها ما يتعلق بحزب العدالة والتنمية صحيح ولكن هناك سبب ثالث وهو هذا المواقف التي أنتم ذكرتموه لأن هذه المواقف أيضا له دخل يعني وله حصة في نتاج هذا الانتخاب وهذه والغة الغربي والأعلام التي ذكرتموه هو يدل على أن أردوغان هو مستهدف لماذا هو مستهدف يعني لأنه يقوم بصالح وطنه وبدأ ب يعني قيادة الوطن إلى الأمام وبالمشاريع التي هي يعني تفتح أمام تركيا وبالاستقلالية التي يعني لم يلبي الأوامر أو على الأقل يعني يعني سيعارض بعد التلابات من أمريكا لذلك يعني هم يعني يفرحون بالنتيجة ويتوقعون أن تكون نتيجة هذه الانتخابات كأنها يعني كأنها انتخابات الرئاسة بين أردوغان وبين غيره ولكن هذا انتخاب ليس انتخاب الرئاسة وليس انتخاب المجلس وإنما هو انتخاب البلدية وال العدد الأكثر يعني البلاديات هو في يد حزب الحاكم أهمية فوز المعارضة ببلدية اسطنبول وتأثير ذلك على المراحل القادمة أو الاستحقاقات القادمة بما لمدينة اسطنبول من رمزية كبيرة وهي أكبر كتلة انتخابية يعني طبعا لها تأثير يعني على الأقل يعني كأنها صورة الصورة يعني كوبيا لتركيا يعني نعم أكيد لها تأثير يعني إيجابي وصلبي يعني على على السياسيين يعني سواء كان كانت المعارضة أو كان حزب الحاكمين ولكن يعني أنا في أتقادي بأن خلال هذه السنوات يعني لو قام أستاذ أردوغام بالدفاع وبالقيام ما تحتاجه تركيا يعني بالتبعا التي تتعلق بالحكومة المركزية و يعني خرب الرئيس البلدية إلى نفسه سواء يعني باستطاعته أن يجعل الرئيس البلدية كأنه يعني رئيس من يعني كأنه ليس رئيس المعارضة نعم كأنه ضمن أفراد حزبه يعني ضمن أفراده كرئيس الجمهورية نعم يعني لو قام بهذا وأتمنى أن يقوم بهذا لأن المعارضة في جو الاتخابات شيء ولكن بعدما حصلت النتيجة وهذا أصبح رئيس البلدية يعني يدفعه إلى الخطوات الإيجابية وعندما قام بخطوات سلبية يعني يحذره لأن هذه يعني دولة حكومة قانون يعني دستور وبعض وبعض المشاريع التي تتعلق ليس بالبلدية تتعلق يعني بوزارة إعمار أو يعني هناك وزارة مسؤولة عن المدن أو تتعلق بالحكومة يعني لم يبخلوا بها يعني حتى يعني يكثفوا جهودهم على أكثر من الواجب هذا سيجعل رئيس البلدية ليس منافسا كأنه موظف ولكن لو لم يقوموا بهذا هذا سيكون لم يكن في صالح أردوغان وسيهيئ الرئيس البلدية إلى أن يكون منافسا لأردوغان حتى في انتقاب الرئاسة نعم طيب لأن إسطنبول مهمة جدا نعم ماذا عن المعارضة هل أكرم إمام أغلو وحزب الشعب الجمهوري ومن ورائه ربما يمكن أن يتقبل أن يعمل إمام أغلو تحت جناح الرئيس التركي رجل طيب أردوغان وأن يعمل وكأنه فرد من أفراد حزبه لا يعني ليس بمعنى أن يكون فرد من أفراد حزبه وهذا مستحيل طبعا نعم ولكن يعني مواقف أردوغان لو كانت بهذا الأسلوب ولم يعني يجعله كمنافس يعني حتى لابن علي يدرم لأن يعني رئاسة البلدية هي يعني يعني بين بين الموظف والرئاسة نعم يعني جميع البلديات نعم يعني لأن بعض يعني هم طابع البلديات طابعة لهذه لوزارة الداخلية ووزارة الداخلية هي يعني عندها يعني صلاحية لتفتيشهم ولكل شيء والمجلس مجلس البلدية أيضا في يد في يد حزب العادلات وتنمية لا ستعبدونهم طبعا عندها للرئيس صلاحية خاصة هذا شيء آخر على كل حال هذه الأمور يعني ستقوي أردوغان لو وضع خطة حكيمة أمامه نحو إسطنبول ماذا عن الناخب الشاب في في تركيا دكتور إكنجي هل استطاع أيضا إمام مغل أن يستميل الشباب بشكل أكبر من يعني هذا أيضا له تأثير حتى أنا اليوم التخيت أو الساق الذي أخذني إلى هنا تكلمت معه وأردت أنا استفسر وقلت يعني حواليك نعم هذا هذا الوضع هو أيضا سبب من أسباب توجه الشباب يعني وتبيعة الناس يعني كما يقولون كل جديد لذيذ يعني يريدون وجوه يعني جديدة نعم ومسؤولين جديد لذلك يعني على السياسيين الذين يعني يعني يحكمون الشعب مثلا 10 أو 15 سنة أو 20 سنة عليهم أن يأتوا بأوجه جديدة وإن لم يأتوا بهم الناس يبحثون عن وجوه جديدة وإمام مغلو هو وجوه جديد يعني يعني ليس ما كان معروفا والناس يعني يريدون أن يختبروا يعني نحن تمام خلاص يعني أسبح لنسيين هكذا فليأتي هذا الرجل ماذا يفعل يعني هذا من تبيعة الناس الذين ليس عندهم تجربة نعم مثلا أنا أنا تكلمت مع هذا الرجل عندما أتيت عندما تكلمت معه يعني اغتنعه ولكن تبع بعد الانتخاب نعم يعني وفهم بأن يعني هذه العواطف ليست في مصطحة يعني يازم أن يكون واقعين يعني من ضمن عود أكرم إمام أغلو بأنه سيجعل الماء والخبز بدون مقابل مالي في في تركيا أو ربما في إسطنبول ما مدى قدرت إمام أغلو على ربما تقديم أو إنفاذ وعده كما قال والله طبعا يعني هذه الإعلانات موجودة كانت موجودة في الشوارع يعني جعله خبز والماء كله بدون يعني أجر ل 15 مليون في إسطنبول هذا يعني حبذل كان هذا الأمر كذلك وكل الناس يتمنون ونحن نتمنى أن تصل تركيا إلى هذه النقطة يعني أن تغذي الشعب وأن تأتي لكل واحد منهم سيارة وإلى آخره ولكن هذه يعني الوعود لجميع الناس لا أظن بأنه يتحقق اللهم إلا يعني لبعض المحتاجين لبعض الناس الذين هم يعني يعني يحتاجون إلى هذا الشكل يعني أذن بأنها يعني إدعاءات انتخابية ما ما هي السلطات التي يعني يمتلكها إمام أغلو الآن بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول لأن هناك من يضخم من هذه السلطات ربما يجعلها في منزلة رئيس حكومة لا 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 وهناك من يقلل منها كثيرا فما هي هذه السلطات التقليل إلى حد بأن يقال ليس لأي رئيس بلدية محل من العراف هذا خطأ نعم وتدخم هذا أيضا خطأ يعني الرئيس البلدية له صلاحيات محدودة أو صلاحيات تتعلق بما يقوم به مشاريع خدمية تقتصر على ذلك مشاريع خدمية تبعا مشاريع خدمية الاقتصاد والأمور الاقتصادية وكل شيء هذا يعني هذا من من المسؤوليات ومن عماليات الدولة نعم ولكن يعني الخدمات وإستنبول ها ميزانية قوية يعني لو أتى واحد وحقيقة يعني كان مقتصدا في هذه الميزانية ولم ولم يكن مبذرا يعني في الميزانية أكيد سيكون له يعني دور وسيكون يعني سيستطيع أن يقوم ببعض الخدمات الإنسانية أيضا ربما هنا السؤال حول توجسات البعض من فوز أكلم إمام أغلو وهنا خص الأجانب وربما في القلب منهم العرب الموجودون أو العرب الموجودين في في تركيا هل هذه التوجسات أو هذه التخوفات لها مبررات دكتور ليست يعني من صراحية رئيس البلدية أن يعني يعني يبعد أو أن يخرج يعني الناص يعني الأجانب يعني بمعنى يعني الذين ليش يعني أتوا من الخارج نعم ليس يعني ليس من صراحياتهم أن يخرجهم أو أن يمنعهم عن البلد ولكن يعني يمكن أن لا يتعاطف معهم مثلا حزب العداءة والتنمية وحزب الحاكم هو متعاطف مع العربي حقيقة مع الذين اضطروا أن يتركوا يعني أوطانهم وأن يلتجوا إلى تركيا يعني موقف رئيس الجمهورية هنا موقف مشرف وحقيقة موقف إنساني ولكن بعد الأحزاب المعارضة وحزب الشعب الجمهوري أيضا ليس يعني هكذا يعني حتى بعض المراشحين تكلموا بكلام قد أزعج نعم يعني الديوف نقول نعم حتى أنا لا أعتبرهم ديوف كلنا نحن عباد الله ونحن على أرض الله وتركيا هي أيضا وطن الجميع هذا كلام جميل سيد كنجي فيما تعلق حق ذكرت بأنه يمكنه أن لا يتعاطف عدم تعاطفهم وأن لا يعينهم نعم يمكن أن يضيقها ونحن يضيق عليهم أن لا يصعيدهم يعني التديق يعني طبعا يعني عدم تسهيل التديق نعم ولكن يعني لا يعني هذا بأن يعني الذين نحن نسميهم الديوف وأنا أقول هذه التسمية أيضا لا يعني تشعيدوني يعني لأننا كلنا يعني ليس فرق بين تركيا وبين أدول الأخرى نحن كلنا يعني يزم أن نعتبر أنفسنا من أهل الوطن يعني نعم يعني يعني عدم التسهيل هو إلى حد ما يسمى التديق ولكن لا بمعنى الذي يعني يفهمه بعض الناس أو يتخوفون منه لأنه ليس في صلاحياته أن يقوم بإجراءات مخيفة لديوفنا يعني من العربي وغيرهم نعم أي غير المواطنين أو غير المتجنسين أشكرا شكرا جزيلا دكتور عبدالوهاب كنجي المحل السياسي التركي كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر في هذه الحلقة الخاصة شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل ابقوا معنا أشكرا جزيلا لك أشكرا جزيلا لك على الأربع من البشر في الاتجاه وسيحفظ وعلى أي وعلى أسفل قرر الرئيس محمد حسن المباراة هذا في واحد مطيب من تجورة أو هذا في واحد مطيب من تجورة من عندنا شكتان وأكبر معوق لحركة آلت يجبار ثلاثة سطعة آلت خطر إجدولة حق أشكرا جزيلا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر مشاهدينا الكرام انضم علينا الآن عبر الهاتف نجل الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد برسي عبد الله محمد برسي عبد الله أهلا بك أهلا بك أهلا بك البقاء لله في البداية عظم الله أجركم ولله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار البقاء والدرام لله وحده ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه رجعه سيد عبد الله في البداية كيف رأيت ردات الفعل أو التعاطي الشعبي أو ربما ليس فقط الشعبي على المستوى المصري على المستوى العالمي مع وفاة الوالد رحمه الله نعم في البداية بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْتَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُعَتَنَّ بَلْ أَحْيَاءُ أَنْدَ رَضْهِمْ يُرْزَقُونَ فَيَحِينَ بِمَا أَتَاهُوا اللَّهِ مِنْ تَضْلِهِ وَيَسْتَبْطِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا أَوْكُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ ثانية في موضوع الطعاط يعني أرادوا منع جنازته وصلاته عليه في مصر حتى لا يشيعهم ملايين من محبيه ولكن أشاء الله أراد أن يشيعه ويصلي عليه صلاة الغائب ملايين من المسلمين الصالحين على مستوى العالم وكان أول من صلى عليه المسجد الأقصى قبلنا نحن أحد كان المسجد الأقصى وأذكر قول أبي أن نفوسنا جميعا تتوق إلى بيت المقد ومسجد الأقصى أول من طلع على أبي وألاف المعتمري من أدر عمره عنه وألاف من تضامنوا معه ومعفاته وحزنوا عليه نشكرهم جميعا أسلجوا صدورنا وزادونا صبرا والحمد لله رب العالمين سيد عبد الله لو تذكر لنا اللحظات ربما الأخيرة قبل دفن الوالد عليه رحمة الله نعم عندما وصلنا إلى مستجد السجن ودخلنا على جثمان الوالد الشهيد نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله وجدنا وجهه غاضبا كعادته مع هؤلاء المجرمين فهو رجل لا يقبل الضيب حيا وميتا لا يقبلهم وجه زده أبدا وبمجرد أن دخلنا نحن عليه أسرته بدأ وجهه مبتكا ومستبشرا ومضيئا والله على ما أقول شهيد بدأنا مراسل الغسل وكلما زدنا الشهيدة ما أزاد وجهه نورا وتبستما وسألنا الله تسرى مع نهاية مرحلة التكفيل بأذان الفجر الذي نشهد الله أبانا لم يضيعه حاضرا أبدا ثم بعد ذلك رفضنا أن يحمله معنا هؤلاء الأجاز وقلنا لهم أن جسده الطاهر لا تحمله أيديكم ورفضنا أيضا أن يصلوا عليه وذهبنا به إلى مسواه الكهير وأنزلناه مقاطر أسيادنا مرشدي جماعة الإخوان المسلمين وكان بالجواري سيدي عاك والذي أسرد الله أنه جسده كان كاملا كما هو فعناه حي ولكن دون روح مما زاد له الله لنا البشرى نحسبه شهيدا ولا نذكي على الله أحدا والحمد لله الذي قدر لأسامى أخي المعتقل هذا الأسد من ذاك الأسد أن حضر معنا وادع أباك وحضر مراصم غسله ودفنه معنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله سيد عبد الله يعني ما هي آخر ربما وصية كانت لدكتور محمد مرسي أو هل كان له من خطاب أراد أن يوجهه ومن وصية أراد أن يوصلها من رسالة أراد أن يرسلها في آخر لقاء كان مع الدكتور محمد مرسي وهل كان ذلك من وقت طويل؟ نعم كان تقريبا منذ عام وأكد رئيس على حبه لهذا الوطن وطراب هذا الوطن وأبناء هذا الوطن وأنه ما زال سيقدم حياته رخيصا دفاعا عن هذا الشعب ودفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن حق الشعب في اختيار من يحكمه وكان آخر كلماته رحمه الله في محاكمته الباطلة أمام القاضي الظالم شيرين فهني بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن ضم علي كراب مما يؤكد بعد تعرض الرئيس للتنكيل والقتل الممنهج أن ما زال قلبه متعلقا بحب بلده ووطنه وشعبه ونهنع ونحن على عهده من بعده سنكمل ثورتنا ونكمل طريقنا وهذا هو الطريق على مضار الحياة هناك صراع بين الحق والباطل الله ما اجعلنا من أهل الحق فسبكنا عليه حتى أن نلقاه ماذا عن ظروف وملابسات الوفاة؟ هناك الكثير من السيناريوهات حول ذلك هناك الكثير من الشهادات هناك من يقول بأنه الطبيب بمجرد يعني ما الرئيس الراحل عليه رحمة الله أغشي عليه كان هناك طبيب وكشف عليه وتبينت الوفاة في حيني وهناك من قال بأنه نقل إلى المشفى وهناك من قال بأنه ترك لمدة 20 دقيقة يعني كيف يمكن فصل في ذلك يعني عبد الله ما هي الحقيقة حول ظروف وملابسات الوفاة؟ الحقيقة هي أن الرئيس بعد أن سقط أرضا تركوه لمدة 20 دقيقة لا نعلم إذا كان فرق الحياة بمجرد سقوطه أم بعد 20 دقيقة أم أثناء نقله إلى المستشفى هذا في علم الله وفي علم المجرمين القتلى اللي كانوا مرافقين له وعند الله نلتقي وعند الله نستمع الخصوص لكن ترك لمدة 20 دقيقة عبد الله نعم نعم ماذا يعني هناك من يقول بأنه هذه تعد عملية اغتيال الرئيس سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة هناك البعض تحدث وقال بأنه لابد من التحقيق شامل ونزيه هل هناك تحركات في ذلك من قبلكم كأسرة الدكتور محمد مرسي؟ الرئيس مرسي تم قتله بالفعل ولكن لم يكن القتل يوم المحاكمة فقط ولكن الممارسات والانتهاكات والقتل البطيء كان على مدار السبع عوام كان يومنا عنه الدواء وكان يومنا عنه الطعام وكان في حالة حصار وعزة تامة وكاملة عن كل البشر لا يرى أحدا على الإطلاق إلا نحن أسرته ثلاث مدارات تقت على مدار السبع السنوات كان في عزة مع الله ولكن كان يقدم كل هذا رخيصا في سبيل هذا الوطن وأنه أبدا لن يقبل الضيب وأنه أبدا لن يردى ولن يوافق على حكم الفسدة ولن يعطي لهم الدني أبدا في وطنه أو دينه أو شرعيته ربما أختم معك أستاذ عبدالله حول حال الأسرة بعد وفاة الرئيس الراحل دكتور محمد مرسي الحزن في القلب سيستمز فقدنا أبانا الغالي العزيز قبل أن يكون الرئيس الشهيد ولكن حظبنا أنه عند الله الشهداء وتنزكي على الله العمل نحن الحمد لله بخير صابرين محتفين هذا ما عاش عليه أبدا وكان يقول لها دائما في حياته أتمنى ألا أموت في سريري وأتمنى أموت في سبيل الله واقفا أنصر الحق وواجه الباطل وقد حقق الله أبنيته فأمات واقفا يواجه الظلم أنصر الحق وأنصر المصريين والوطن ويدافع عن حقهم في اختيار من يحكمه سيد عبد الله إذا كان من رسالة فما هي ولمن توجه أوجه رسالتي لجميع المصري بداية أشكر جميع المسلمين حول العالم الذين أدوا صلاة الغائب على رئيس مصري وقدموا واجب العزاق ثانيا أوجه رسالتي إلى الشعب المصري كله يجب أن نتحد ويجب أن نترافق من أجل إسقاط هذا المجرم ومن أجل أن يعود وطننا إلينا ليس معنى أن رئيس استشهد أن شرعية الثورة انتهت شرعية الرئيس كانت مستمدة من الشعب ومن الثورة والثورة باقية ومجتمرة حتى أن تنتصر إن شاء الله وينتصر الشعب وتعود ويعود هذا الوطن إلى أبنائه مرة أخرى ويحاكمها أولئك خورة أشكركم شكرا جزيلا سيد عبد الله محمد مرسي نجل الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي ومرة أخرى عظم الله وأجركم والبقاء لله شكرا لك سيد عبد الله أعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام إذن كانت هذه مداخلة نجل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي عبد الله محمد مرسي وكانت هذه ربما كلمات له حول وفاته وملبسات وظروف الوفاة وربما هذه الرسالة التي وجهها في النهاية بأن هم الآن في ظرف المكلوم في ظرف الذي فقد أباه ويقول بأنه قتل بطريقة منذ حبسه وهو يتعرض للقتل البطي وكانت هذه رسالة بأن اتحدوا كانت هذه رسالة عبد الله محمد مرسي نجل الدكتور محمد مرسي الرئيس الراحل عليه رحمة الله مشاهدين الكرام لو عدنا ربما لما بدأناه في هذه الحلقة وهي النتائج انتخابات الإعادة في مدينة إسطنبول والتي تقدم فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو على حساب غريمي أو منافسه بن عريل درم مرشح الحزب الحاكم وهذا الجو الذي رافق الانتخابات وربما منذ بداية هذه الانتخابات في الجولة الأولى وحتى الآن هناك جو مشحون جو فيه عملية استقطاب وجو فيه ربما الأدلجة تلعب دورا كبيرا ربما اللعب على العواطف لعب أيضا دورا كبيرا ولكن بمجرد ظهور النتائج كان هذا الجو الرائع من قبل بن علي يلدرم الخاسر في هذه الانتخابات والذي شكر وهنأ منافسه على الفوز والرئيس تركي رجب طيب أردوغان الذي كان له هذا الموقف أيضا في تهنئته لمرشح المعارضة الذي فاز ببلدية اسطنبول هناك بعض التغريدات حول هذه العملية الانتخابية التي تمت اليوم حول فوز مرشح المعارضة نبدأ بهذه التغريدة الأولى نادا محمود تقول لما بتقفل بتقفل مرة واحدة الحج أكرم أغلو فاز بالراحة بس وانت بتمارس العنصرية البحتة بتاعتك على العرب وعلى السوريين الطيبين اللي ملهمش غير ربنا ومن بعدها تركيا ليس لها من دون الله كاشف طبعا هذا جزء من التخوفات من فوز مرشح المعارضة على أوضاع العرب وعلى أوضاع السوريين بالتحديد يعني بما أن أعدادهم كبيرة جدا فقط الأربع مليون في تركيا ولكن في اسطنبول يعني ليس هذا العدد اسطنبول عدد أقل من ذلك بكثير ولكنهم هم الأغلبية من العرب في اسطنبول أحمد تركي يقول فوز أكرم إمام أغلو برئاسة اسطنبول ربنا يسطر في اللي جاي هذه أيضا تغريدة أيضا فيها الخوف والتوجس من فوز أكرم إمام أغلو ولكن أكثر المتابعين أكثر المحللين يقولون بأن رئيس البلدية ليس من صالحه أن يطرد أحدا أو أن يمارس العنصرية بشكل يعني ربما هناك يكون بعض التضييقات أو ربما يكون نوع من عدم التعاطف كما كان في السابق هذا بطبيعة الحال لأن حزب العدالة والتنمية قدم الكثير للأجانب خاصة العرب وخاصة في القلب منهم قدم الكثير للسوريين بحكم هذه المظلومية التي يتعرضون له هذه القضية العادلة التي ثاروا من أجلها ويعاقبون أيضا من أجلها من خبل نظامهم الدكتاتوري الفاسد نظام بشار الأسد والذي تأمر عليهم الجميع جميع العالم تأمر على الشعب السوري هم يدفعون الثمن الآن ولكن وقف إلى جنبهم حزب العدالة والتنمية هل سيستمر ذلك رغم فوز مرشح المعارضة في إسطنبول ربما هذا تثبته الأيام القادمة ولكن لجميع المحللين والمراقبين يقول بأنه لا مبرر لهذا التخوف وهذا التوجس الكبير من فوز مرشح المعارضة هذه في النهاية بلدية خدمية ليس الموضوع متعلق برئاسة حكومة ولا متعلق برئاسة الجمهورية أرهان تورك مانولو يقول بغض النظر عن أسباب الفوز والخسارة أهل إسطنبول أعطوا قرارهم واختاروا أكرم إمام أغلو ونحن نحترم هذا القرار الديمقراطي والاختيار الحر أعجبنا أم لا أساسا كان سبب الاعتراض على النتائج في 30 أذار الماضي وإعادة الانتخابات هو القضاء على الشوائب والشكوك أن نجمع الحدوث خلوقات والوصول إلى نتيجة شفافة مطمئنة مرضية من قبل الجميع وقد حصل المطلوب نبارك لأكرم إمام أغلو ونتمنى له التوفيق والعمل مع الحكومة المركزية بشكل جيد بما ياخد مصلحة 15 مليون ونرجو لإسطنبول وأليها الخير انتهت انتخابات البلدية الكبرى في إسطنبول التي كانت تشغل الشاشات ورأي العام طلت ثلاثة أشهر أمام تركيا الآن ملفات خارجية حساسة ومشاكل في الداخل حياتية أهم بالكثير ينبغي صرف الاهتمام والجهد إليها مشاهدين الكرام نختم هذه الحلقة بهذه التغريدة على أمل أن ألقاكم في أمل الحم ترجمة نانسي قنقر شكرا